تطورات متسارعة في السودان وليبيا ما بين حراك شعبي افضى الى خروج الرئيس السوداني من المشهد في بلاده وعمليات عسكرية واسعة نطاق في العاصمة الليبية تارفلوس تنتظر الحسب جملة تداعيات ما يحدث في السودان وليبيا دفعت عددا من زعماء القارة الافريقية الى التحرك لبحث الامر وفي القاهرة سيكون الملتقى حيث تترأس مصر حاليا الاتحاد الافريقي وستكون ايضا مكان الاجتماعين التشاوريين تحت مضلة الاتحاد الافريقي استضافة مصر للاجتماعات ليست فقط بحكم الجوار السوداني والليبي لكنها تأتي في اطار تعزيز الدور المصري في حل ما يعصف بالكثير من الدول الافريقية من ازمات وصراعات توجه مصري ظهرت ملامحه بشكل كبير في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال قمة الاتحاد الافريقي الاخيرة في فبراير الماضي اذ اكد على الحلول للمشاكل الافريقية دون تدخلات خارجية وتضمنت رؤية مصر اتجاه ذلك تنسيقا امنيا لمكافحة الارهاب وتعزيز مساعي تحقيق التكامل الاقليمي في القارة وتسريع وطيرة انشاء منطقة التجارة الحرة في افريقيا سعي القاهرة لتعزيز دورها في القارة السمراء ليس سياسيا فقط بل تخطى للدور الاقتصادي والتنموي من خلال مشاريع اقتصادية تدفع عجلة التنمية وتقوي روابط دول القارة الامر ظهر ايضا جليا في استراتيجية مصر لاستعادة هذا الدور وهو يأخذ اشكالا تنقسم الى تعزيز العلاقات بين مصر ودول القارن الافريقي ومع دول الجنوب الافريقي ومع دول وسط وغرب افريقيا القاهرة تسعى الى نقل خبراتها في التصدي لأعمال العنف والارهاب الى الدول الافريقية وايضا بامكان الدولة المصرية عبر مؤسساتها الدينية المساهمة بقوة في نشر الفكر الاسلامي المعتدل والتصدي للافكار المتطرفة اشتركوا في القناة